موسيقى باول تعليق له الجمعة الماضي من بعد الاعلان عن القاء القبض على الممثل زياد عيتاني بتهمة التعامل مع اسرائيل قالت فو وسكت الليلة وبعد اسبوع الكاتب والمخرج المسرح يحيى جابر يخرج عن صمته ويتحدث للمرة الاولى استاذ يحيى اهلا وسلا فيك وشكرا لانك اخترت هالبرنامج بعرف هالاسبوع كل العلام كان وكل الانظار موجهة اليك كيف ما رأيت هالجمعة وهلش مرة كنت متخيل حالك رح تكون بهيك موقف يعني حد هلا يعني ما بصدق انه يحيى فيه يحكي يعني اول شي انا فقت نطق فقت التوازن بمحالاتي كتيري عشت عشرات الافلام يعني بمعنى كنت بقلبه عشت فيلم رعب عشت فيلم بوليسي عشت فيلم كوميدي عشت فيلم عاطفي وهي الهجز الاكبر كان ماذا لو الهجز التابعي كان فعلا ماذا لو لو انه عن جد زياد عميل حقوب بفسد فوق اكتر متفوق يعني بمعنى ما زياد ببيتي زياد ابني ابني المسرحة هل يقدم على هك فعل؟ عشت كمواطن بلا دولي دولي عشت بلا اي حقوق اي واجبات عم تسرب تسريبات عم نعيش فقط عم نطلق وردود فعل من كل الجهات حسيت حالي مطلوب حسيت حالي عميل قال لما اعتقلوا الزياد بعدت ورقبلي بسرعة انت عميل لا اسرائيل قال لي لا يا بابا بعدت ورقبلي انت عميل لا اسرائيل قال لي لا بعدين شكت بجحتها ما قولي يكون عميل يحيى ما عش خبر هل قد القرب مع الزياد كنت بتتوقع انه بهيك يعني امام هيك حدث حدا انت وعيلة زياد يجيبكن قبل ما تتسرب القصة بالاعلامي يقلكن يا جماعة في هيك شي تحضروا اولا الحادثي يعني الحادثت عندي وانا انتش مرست وتعيت عالتحييات ابدا بفشك ابلك انا لاشتبع التحييات انا كنت لابسي تيبك للوقت نعم انت تم الاعتقال ببيتك تم الاعتقال عالطريقة تيدي كان في عنا تمرين الساعة ونص الصباح نهار الخميس اه دهت تمرين الساعة 12 وربا نزل هو جماعة عبد الكريم المسيئة عم حد المسرحي اتتاحها كان بسبعة شهر اللي كان اسمه جنه نطو ونزل زياد هو اياه وصاف سيارته بقراج بنيتي مثل في اللي جماعة عبد الكريم بقال لي اعتقل زياد من اعتقل زياد نزلت قال لي امن الدول وشو خبرك عن عملية الاعتقال عملية الاعتقال تمت بكتير من الاناقة بكتير من الترتيب بكتير من الزوء حسب ما عرفت زياد كان بها اللحظة فعلا مرعوب يعني حسب رعوة لي انه تمسك بالعمود انه شو فيه شو بدكن تمسك بشو؟ تمسك بالعمود انا شخصية انا مثل انا في شي غلط قالوا ان احنا عمنا الدول اتفضل معنا فانصرف لصها ببساطة كمان للصبح قبل ما اجتبني قال لي زياد في اتنين سألوا عني مبارح ببيتي بفرن الشباك اقول لك مين بيكون هول قال لك مصارع الناس عمل شي ضرب عاطفي بمحل انا منزح الكهرباء قال لي لا انا بس حسيت فينا سأل دكانجو حطوا صورتي قال لي تتصل بمحمد صديق محمد بركات قبل ما نحكي نشوف التقرير السريع عن من هو زياد عيتاني زياد عيتاني من موليد العام 1975 ترك الدراسة قبل بلوغه المرحلة الجامعية عمل في عدة وظائف صغيرة في مجال التصويق والمبيعات بين لبنان والامارات قبل ان يستقر في بيروت عام 2005 ويعمل منصقا اعلاميا لدى الوزير السابق عبد الرحيم امراد والعميد مصطفى حمدان بعدها عمل زياد في صحيفة الاخبار وقناة الميادين الفضائية حيث عرف بقربه من اجواء مقاهي الحمرة ومثق فيها في العام 2012 تعرف عيتاني صدفة في معرض الكتاب الى الشاعر والكاتب يحيا جابر الذي كان بصدد التحضير لمشروع مسرحي اجتم جابر في زياد رائحة جده الاديب والممثل والحكواتي محمد شامل وخاله الممثل يوسف شامل وزوج خالته الفنان شوشو فقدمه في توليفة مسرحية هي من نوع المونولوج والستاند اوب كوميدي بلسير عشاشة واحدة وتلفزيون واحد ولحن واحد صنعت هذه التوليفة من زياد نجما مسرحيا بين ليلة وضحاها كما جعلت الثنائي جابر عيتاني رقما صعبا في مسرح بيروت الجديد قدم جابر زياد عيتاني في ثلاث مسرحيات بيروت طريق الجديد عام 2013 بيروت فوق الشجرة 2015 بيروت غيت بيوت 2016 استضفنا زياد عيتاني بعد واحدة من هذه المسرحيات لنتحدث عن انتقاله من اجواء شارع الحمرة الشعبية الى اجواء مولات فردان الفاخرة منوع الصبح مثلا على اغاني الصباح على اغاني فيروز وبيرجع والميرس وتقوصهم الديني والمحافظة بنفس الوقت من المسرح انتقل الى التليفزيون حيث انضم الى فريق برنامج بي بيشي الساخر على شاشة الال بي سي اي من دون ان يلقى القبول لدى الجمهور التليفزيوني العريض ترافق ذلك مع تكثيف حضوره على السوشيل ميديا حيث قدم نفسه ناشطا سياسيا وصاحب رأي في السياسة والحياة الاجتماعية لا انتقلوا هاد انت لك اي اي اني بس بايام الشباب يخلع اين انا الحبيبة المنطقة كلها عرفتها اي طالعا اي عيتاني اي اين هاذ هو زياد عيتاني منه زياد عيتاني بنظر يحيا جابر وهل انت اليوم تدين هل انت اليوم تدافع شو موقفك بالضبط اولا برجع بأكد انه زياد عتاني هو ابن المسرح اللي ولد ابن دي ولد ابن افكار ولد وانتجناه الى هذه المدينة اللي بيحب الاسم بيروت انا بصراحة تدرجت اول شي انا اصب بصدمة انه يطلع زياد عتاني عميل لاسرائيل خاصة انه انا بيعتبر اسرائيل بتاريخي عدو مش قومي عدو شخصي لقيم ومعايير بالنسبة لي اسرائيل هي دولة دينية طائفية عنصرية عدوانية محتلة هذه خلصة منه بالنسبة لي اذا اكتشفت زياد بهالمعنى عميل انا فعلا بيشسع دينه ويحاكم ولكن حسب ما شفنا بعدين بالتسريبات ذهلنا يعني انا عرفت زياد عتقل 12 ونص عشيك تليفونات عرفت انهال علي كيف عرفت العالم ما فهمت نطرت لتاني يوم الاعلام التاني يوم بلاش اتصل فيه كيف عرفته شوف فيه صورنا المشروع عميل من تاني عرفنا انهو عميل شو بس عميل انهو الخميس كانت الخميس الظهر الخميس الظهر انا عشية عرفت من الناس عرفين كيف عرفته ما انا باش بلغت مرته فقط لا غير وفيش بعد شي وبلغش انتشر الخبر نمت فقت الصبح الساعة ستة عتليفون طلع هيك بلاقي في مزياد عتاني من قلب الحبس يه كيف هيك تليفنت لمرته اتصل فينا من قلب الحبس شو عم تصير كيف عم تصيرها وانت رجعت دقيت شي على الرقم لم عاش دقيت قامت حكيت انا وزوجته قعدنا لتأينا شو عم تصير كيف هادا الاشي تمت وانصرفنا كل واحد على نهار الجمعة عات بالقهوي انا انا وصديله اليه واجبر ان التليفون الساعة اتناش من زياد عتاني وبيقلي هدوا البال انا فعلية مش هم هد البال فعلا بدي حاول اعرف زياد وين هدوا البال بمعنى انو شو ما تحق هدوا الناس انو ما تضغطوا مش عم بضغط انا عم بتصير باصديقات هدوا الناس وشو مفكر انو في تظاهرات بمعنى ما انو هنا عم بمعرفش راقبوا اخيب هو محطوط بي الناس عم تراقبوا بالنهاية وهذا حقهم طبيعي طيب يعني مش مشكلتي هدي ففعلا بس انو هدوا الناس شوي غريبة يعني بب هدوا الناس انو متنرسوا اي ضغط بشكل انا طالع بعد ثترة هاي مش مشكلتي هدي مشكلة امن الدولة هو بيقرر كيف يعني بالشيفرة هلا بكثير تفكر مو معرفش انا حصيت بارباك كامل شو يعني هدوا فصر تكفي ايه النقطة والذي بلش التاليفونات تشي من اعلام صرح فلان فلاني انو هو عميل لا اسرائيل وبدو يقتل معاه الوزير الداخلية وبدو يقتل عبد الرحيم امرأة شو صار فيك انت اهو انا شو اسقط في يدي وجري شلات وعب يقولوه اني حسب ما اهلو انو يصرون خمس تشور برقبوه خمس تشور ما انا خمس تشور امرأب يعني يعني انا واحد من امرأبين يعني بيتي امرأب تليفونات امرأبين كل شي فيه امرأب لانو زيادة عتاني من نسبة يقولهم عميل شو عمل فيه زيادة عتاني انسيعتا هون شل شل وبدو يطلع اسم المدعوة فلاني الفلانية انا سكت بحكت ولا كلمة طرد تقرير امن الدولة عجيه طلعب تقرير اعلنت هالجملة اللي بتقول انه اتفوه على العمل وسكتنا ونشوفنا انتقش بعدين بلش الاعلام وحسب تقرير امن الدولة عم يقولوا هن ينفو هالكلام انه بديقتوا بلشنا اول شي قتل واغتيالات وبلش انه هو عميل بعدين تخابر بعدين صارت هاموس بعدين صارت عميلة طيب شو بنعمل نحنا مين بيحمينها مين بيحميني انا انا تخيلت حالي مادام كوليت عرفني عليها زياد بشكل من الاشكال وجيه تنتجني مسرحية او عملنا فيلم وصائف وروح انو ايها عالضاحي الجنوبية تطني مصاري وروح عالتركيه وتعزمني عالسوشي وانهي كنجي او وانهي كنجي اوز وكذا وتفوتني عالحبس وانهي بيحميني ايها تلفزيون اعلام استشرف بشكل لا يصدق اعلام افترت الشخص اسمه زيادعتين اعلام اكله كان يحلم بالنجم صار كوكب طلعت هيك جراد اسبانيه تركيه زياد صار عالمي شو قصه قصه طلعت قال يمكن هو سايبر ساكس شو يعني قبرته اخدته بسيطة من ايش يحاكم عليها ويقول قتل ويتعامل من دعوه سنحنا كمان بس هذا ابدي هذا حبيبي بعيوني بس حاكموه وبعدالة وارحموه اعلامه اذا طلعهم ليس صحيحة للحكي كله ما يسمى الاغتيات وغيره على كل تلفزيون وعلى كل مطبوعة وعلى كل واحد يعتذر اذا عنده شرف شرف الاعلامي اولا ونحنا انا فعلا بشكر امن الدولي من هون بكل صدق اذا كان او افذية دي حماقة وانا مسترع كلمة حماقة ما انا بشفه لانه كان ممكن يورطنا هو بيخجلوا او بخوفوا او بذعروا بعد على السايبر ساكس حسب ما تسرب انا بحكي حسب ما تسرب بس انت وكأنه يعني مختلف عن من يومين يعني من يومين كنت خايف اكتر انه يكون في شي جدة اليوم حازس بالراحة اكتر اتقى مرعوبا ولكن انا ثقة بالقضاء والثقة بامن الدولي طب كلها العمروجي كيف تفسرها هو مثل مسرحيتنا زياد راح ضحية مسرحية مثل مسرحيته اللي هي جيناته تحكي عن بني بده توقع والاعلام في تلفزيون اسمه ريتنج مع الاحدة بده توقع عروس اصحابه ليطلع ريتنج كل هيدا الشي اللي صار هل هو يضرب انتو عاملينه هل هو يضرب انت عامله جزء من اختبار لمسرحيتك انا؟ معاكلات؟ لا لا ضرب يعني عاملين ضرب فينا انه لكل اعلام شو بيعمل طالما هيدا موضوع مسرحيتك شو ما عامل السكر انا والضغط والامراض كله منشان مسرحية والمسرحية شغلة مهمة مسرح فن عمالي رديلي نعم طيب شو الاحتمالات شو ما عول يكون صار مع زيادة؟ والله سيت مبصر عما مبصر هلأ انا ما سيت بمرحلة حيث بيش ولكن سأدافع بش راسم هلأ ورايح عن حق العدالة بدي العدالة لزيادة وبوضوحي لا توريه ولا شيء ويحاكم حتى وزيادة تطلع براءة بمحل ما انا هحاكمه كمان كي والجمهوري مسرح يحاكمه بشو؟ اولا اذا غلط بنسبة ما يقلنا يقلنا من احنا اخويته و اهله نحميه بمعنى انا بسلمه للدولة ويطلع مطل قومي ويعمل عامل من الزوج بلغنا تستحق بس هو اخر فترة كان مغير شوي عليك يعني من زياد اللي بتعرفه يعني فجأة زياد انا باعرفه بتزيكة زياد بستهبل زياد بفكر حاله ذكي زياد في يلعب هيك وهيك عشي بسيط زياد فقير مشحر ابن طبقة فقيرة بسعلى اللي بتعيشه بكرامي عم بحكي بجدية حسن ما باعرف انا سيارته بعمش سيارة بعدم فك فكي وبعلى تحت البنيل بالسيارة ما احد اخدها طبعا منسمع انه هيدا كان يتفعله الفين دولار بالشهر وعمل انجح مسرحيه ببيروت بها سنتاني يعني اكيد كمان عم بيطلع مصاري من المسرح عامل 600 عرض مسرحي يعني اول شي وزياد يعني اساسا يعني ادي ما اقول يكون مطلع من مسرحيه ما بيانوش يعني في شي 250 الف دولار ما باعرف مش عادين على لا لا يعني ماليا انت بتعرف ادي بتتفعله على العرض وعملين كم عرض يعني تقريبا فيك عاملين 500 600 عرض بالنهاية ادي بياخد على العرض ادي لا هذا شي بيسرر مالي فقط بس انو انت لما تحكي عنه انت لما تحكي عنه انو هلو بحاجة مالية عامل عمال لسبب مالي اي 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 انا عم شوف انو فيه مساري يعني عامل هو شو هل عمالي ب 500 دولار يعني يعني بس انو هو مش مرتاح مالية من بعد عمله ما حدا بيخون بلده بخير مر مبلغ شو ما كان المبلغ وزياد ما عنده هالإشارات زياد فهلوي ابن الحتة بالعالم من هون غلط غلطة واضحة يمكن ما وغلطة واضحة لحد هلأ حسب ما تسرب عاملاش تسريبات انو في شي جنسي في شي هيك محل وتم بتزيز فيه بس هو كل عمره محسوب كمان 8 أذار يعني لازم هو يكون عنده موقف زياد كان 8 أذار ومصارش 14 أذار وهلأ 8 و14 ماشي حال وكل العالم يعني مش كلنا تخوّن وعم يتقرّب وعم يتقرّب من كل السياسيين يعني كمان انو عم يترح نفسه لكن هو عم يتقرّب من السياسيين مفي حتى ما أحاكم على حق المواطن يعمل حركة السياسية نعم ايد اول شيء بس هو كان طارح نفسه اكتر من الممثل طارح نفسه انه هو صاحب رأي هذا جزء من اشتفي معه كانت هيك بس هو فعليا يعني الناشط ليجي قوي مسرحه تحت هالخرافي بمعنى يجيب ضمام من هون حدا يرعى من هون حال يتفعلوا حق الإعلام من هون يضمن مسرحية فلان فلانة حابب يكون بهالمحل وانا بالنسبة لي كنت خطقه وانا بالنسبة لي كنت خطقه وانا خطقه بس أنا خطقه بمعالمة بس صاري زيدة يعني مرا حطقه بالشبهة يعني للأمانة حتى نحط بهدا بضميري انا بالنسبة لي اثق ببقتلك بأمن الدولة واثق بالقضاء العيلتو عتبان عليك يعني من بعد اللي تفو وشو اليوم بتقلها شو الرسالة ما فيش العتب ولا ما نحزن حق يقول تفو وهن حق يقول تفو كمان هنح يقوله تفو أكتر مني طال عميل انها عائلة وطنية وكنا وطنيين عائلة العيتاني ولا عائلة بيروت واهل بيروت مش مزحة اليوم شو بتقول لها بيت العيتاني وشو بتقول لها زياد وشو بتقول لها جمهور مسرحك اللي وسئ فيك ووسئ بزياد بسببك كان البراءة لزيادة اول شي واذا كان مرتكب جرم فليو حاكم واذا كان جرمه كبير فليو عدم فليو شنك سموه ما شئته بس اعطوه فرصة اعطوه محامي دافع عن نفسه لا نعرف بس الحقيقة اما عائلته بيحب عائلته كتير اما زوجته بيحب مرته كتير زياد ساعة 8 ونص الصباح بفيه 6 ونص بيوصل بنته على المدرسة ويجي لعندي عتبين شو وضع مرته اليوم اكيد منهارين كلنا مثل بعضنا كلنا ضايعين ما عارفين هو عميل ولا بريء مش عارفين شي نحن عم نتبع تلتزيونات إلا من هو زياد عتاني وهيدا بيناتنا وش موضوع المخدرات ببيته يعني كمان يطلع بيان انه مخدرات كلمة يضعت فطفابة يعني بالنهاية ما بعرف ما في اقول شي هليه سيجارة نسرة حشيشة شو بعرفنا حبة بس مخدرات وغرفته كله هو عنده غرفة يعني مش بحاجة تسطيل زياد يا واحدة اثنين لا يروش ولا مرة كان بعلمات الثراء عليه انا مش جاي دافع عن زياد انه عايش اذا كان عميله لا لا انا عم بقول بكل بساطة قولونا الحقيقة يا خي طمونا بس هيدا ابنا مش هتخلى عنه كمان بهالبساطة يعني نعم وتحت سقف الانون وانت عم تفكر ما بعد زياد عيتاني بمسرحك يعني اذا هلأ بكرة طلع انا عم اتمرن يوميا ترجع بتطلع انا اواش عم اتمرن على ثلاث مسرحيات كنت منهم زياد وكن الابتتاح بسبعة شهر وقتت مسرح بمسرحيات اتمرن مع نتالي نعوم مسرحية ومع انجو ريحان وماشي بشغلي بحدمة بس انا مصعوق مخدوع سمي مشات بس كمان مضروب بمحل ما بمش مضروب بصدقتي انا جمهور المسرحيات انت مضروب بنجمك بنجم صناعته او شريك لحد هلأ مش انا حد هقول ناطر هلأ في يقول ببساطة ناطر مثل كل هالناس وبعتد بهك اجواء يعني بالمولد النبو الشريف وعيد الميلاد وشهر تسامح والناس كلها عم تتسامح من بعضها وعم تعفي عن بعضها هلأ السياسيين والمسقفين وجوه بلد قايم على مصالحات بعد يدعتي يحقل له محاكمة عادلة بس اذا عميل؟ اذا عميل يحاكم كعميل ونوعية عملته مانا نعلم شو نوعية عملته يخير يمكن ايه انها اقدش هي حجمة وانا مستعد اذا حتى اطلعوا براءة انا مستعد وقف خمسة واربعين الف متفرج يضربوه كفه وطالح فوقفهم بالصف تجع تشتغل معه اذا طلع يعني فيه شبهة تعامل ما بدي اقول عميلة او تواصل يعني اذا طلع فيه اذا طلع موضوع وهو ان فات حقد اضربوه وبزق عليه وقل له فوت لعاقبو متل بعاقب ابني انت كت حاول تحرق البيت مش هيطنتك بيهبلك بتزاكيك يا غبي يا احمق يا هبلي عم بتركز على احمق لما ناخده جديا انه ممكن ان يكون عم يتعامل مع اسرق انا بحكي بالاخير فنان او بسنو سقق انا هالمرة بحكي احاسيس احاسيسي بتقلي زياد غبي ثواتي اتنين عقلي بيقلي اعطيني شي عقلاني يا خي بلاشت فيه عم يغتال وزراء انتهينا بتهمس ومخدرات يعني ما معشوف بسأولونا بس وبحكي التسرب يعني بالاخير وبنح اللي امن الدولي قال انه نحن مش مسؤولين عن اللي قاله الاعلان قال هالشي واضح نعم يحيى جابر شكرا لك بعد الفاصل موقف عائلة زياد مع النايب السابق محمد الامين العيتان بلطول سيري مستمر معكم بعد الاعلان اشتركوا في القناة